مرحبا فيك وفيك حبايبي برج العذراء. تحديات وشغلات فان شاء الله الورق هاد الفترة تكون يعني ايجابية. خلينا نشوف طاقتك في هاي الفترة كيف عاملة يا عذراء. اها شيتيتك عم تاخد حقك او مصر انك تاخد حقك من شخص سلبك اه شيء سلبك مال سلبك عواطف اه سبب لك خدلان عم بتكون مركز كتير هذا الفترة انك ما تخسر انك تضلك اه في ايدك يعني خلينا نقول سيف الانتصار وعم بشوف منتصر في هاي الفترة. عم بتحول تحاول بول الفترة انك تاخد حقك وفي النهاية رح تاخد اه حقك. خلينا نفتح ازا لهاي الفترة. لبرج العذراء. يارب بيكون حلو. تنتهي المشاكل عندهم. يعني حتى الاشخاص اللي بعرفهم من العذراء كتير تعذبوا يعني من. فان شاء الله خير يا رب. اه في مشروع جديد في حب جديد. اه يعزراء. فانكون متفائلين. اه. ممكن تكون يكون مال. ممكن يكون مشروع جديد. اه ترقية في العمل. فشي حلو. عم بنشوف برج الحمل ايضا. صاهر عندك. ميزان تور. بالنسبة للطاقات. عم بتكون طاقات هوائية بامتياز نارية ترابية. اكتر في عندك اه شخص. ممكن تكون انثى على فكرة. انثى متسلطة. انثى ضرتك اه بموضوع من المواضيع. اه كان في حسد من ناحيتها كان في شر كان في اه هاي على فكرة ممكن تكون هوائية او مائية. الانثى ضرتك بشكل كبير ولكن بشوفك عم اه تاخد اه حقك وعم بتكون اكتر صرامة مع مع هذا مع هاي الشخص مع هذا الشخص. ممكن يكون انثى وممكن يكون ذكر لكن انا يعني برجح انه يكون انثى. عم بشوفك كتير اه يعني اه متمكن اه خاصة في العمل ممكن يكون كمان في العاطفة. هاي القراءة عامة والبالنسبة للعاطفية ممكن تكون عكسية. فعم بشوفك كتير اه متمكن الامور عم تمسكها في ايدك من بعد ما كانت اه ضايعة. اه عم بشوفك بتطلع من طاقة اه طبعا في اه اه شخص على الصعيد العاطفي على الاغلب سبب لك ازى معين بسبب علاقة اه اه ثلاثية ولكن هاي العلاقة الثلاثية منتهية مبين عندي اه رح تنتهي بهاي الفترة الكرت اه طالع مقلوب اه الشريك رح يختارك اه مبين انه بالفترة الماضية كنت كتير اه من كتر الارق والكزة اما صرت تتعاطى خلينا نشوف خلينا نحكي اه اه ادوية او كزة عشان تنام عم بيكون عندك مشاكل في النوم او حتى مشكلة صحية تشكلت عن عندك نتيجة اه مشكلة روحانية او اه فراء او اه حزن معين ولكن اه هذه الفترة رح تكون عندك اه اه يعزراء كتير اه امور بتخليك متمكن اه معلومات اه حقائق عم تظهر قدامك نهاية لعلاقات ثلاثية عم بشوف الشريك اه مندفع ناحيتك اه ممكن كمان يكون على الصعيد اه العمل اه عم بشوف اكتر من فرصة قدامك في العمل لحتى يعني اه فرص عمل جديدة وحتى بالعمل اللي انت فيه عم بشوف زيادة زودة بالمال اه اما ترقي او اما يعني موضوع من هذا القبيل اه مشروع عم يزدهر اه كمان ممكن يكون هذا الكرت عبارة عن اه طاقات سلبية عم بتأثر على الشاكرات عندك فكون شوي وعم بشوف هنا تشافي من هذا الموضوع على خير هاي الفترة ان شاء الله اذا كان هذا طاقة سلبية انا شوف بشوفه اه طاقة اه سلبية قوية اه اذا هذا بشكل عام اه عم بشوف اه في فرصة تحمل للعذراء ان كان اه انثى او الرجاء العذراويين اه يعني نساؤهم فيه فرصة ان يكون فيه اطفال اه فيه احتفالية رح تكون اه بالنسبة للمتزوجين خاصة اه يعني اه احتفالية رح تكون اه على اه على نية انه تتصلح الامور على نية انه تتجدد الحب تتجدد المشاعر اه عم بشوف الشريك اه مندفع ناحيتك هاي الفترة وانت قاعد وعم تتفرج يعني عليه وعالطرف الثالث اللي عم بنتهي وعم بتكون متحكم ومسيطر هون عنا كتير اه قلنا بتوقع الابراج الابراج عم بتكون ميزان او طور اه حمل زي ما قلنا اه هوائية نارية اه ترابية فيه مائية بس يعني فيه مائية ايضا بس اه خفيف يعني مش اه كتير فهاي الاكترية الابراج اه عم بشوفك يعني كنت بدك تسافر او حابب انك تبعد وتروح عن الحبيب او تروح عن المكان اللي انت فيه او تنتقل اه لكن انا نصيحتي ايلك في هاي الفترة ما تتحرك خليك زي ما انت ما تاخد اي قرارات في هاي الفترة رح تكون نوعا ما ضدك فشوف هون الكرت كرت القرارات او كزا طلع لنا مقلوب هاد تحذير انه ما ناخد قرارات ولكن المشروع اللي جديدة حب جديد عم بشوفه ايضا للعزاب اه فرصة حلوة عم بشوف فيه معجب اه فيكم يا برج العذراء يمكن حاول مرة او مرتين او ثلاث انه اه يعبر لكن مش قادر انه يدخل معاك في علاقة فانا عم بقولك انه اعطيه فرصة اه الاشخاص الاجتاد اه في حياتك هاي الفترة عم بكونوا اه يعني اه في خير من وراهم اه هاي الفترة مطمئنة ممتازة بالنسبة اليك حلو كتير الكروت عشبتني خلينا نشوف اكتر على العاطفي على الصعيد العاطفي ان شاء الله كمان يعني احنا حكينا عن العاطفي طبعا قبل شوي اه اكمل نقطة بس كمان تأكيدا انتصار رائع جدا انتهاء لعلاقة ثلاثية او انتهاء لشخص عم بي بارزك في العمل عم بي حاولي تنافس انتهاء عم بشوف عندك النصر هذا الكرت التاني عم بشوف اليك اكتر من امنية على صعيد الحب والعواطف عم بتتبلور من بعد ما كانت احلام او معجزات بالنسبة اليك عم بتكون في بوادر حلوة من ناحية الحبيب ولكن بدي شوي احذرك من هذا الحبيب عم يطلع عندنا شوي هذا الشخص فيه صفات نوعا ما عم بتلاعب فيه شغلات عم بيخبيها يمكن بشكل عام عم بيكون مولدا نوعا ما او كذا عم بيعمل شغلات مش كتير بترضيك عم بشوفك عم بتحط حد لهذا الموضوع هاي الفترة عم بتحاول انك تعطي حجمه الطبيعي شايفة انو الحب بناتكم كبير عم تتخيلوا بعض عم بتحبوا بعض يعني حب حقيقي بالنسبة للمطلقين عم بشوف رجوع يعني من نوع يعني اخر رجوع بشكل حلو لكن بشكل مفاجئ الزوج عم بيقدم تنازلات شايفة او الشريكة عم بيقدم تنازلات معينة عم ينهي طرف ثالث كرمالك لحتى يعني ترضى او انو يثبت لك حسن النية عم بشوفه بيحبك على العمياني زي ما بيقولوا يعني زي مغمض عيونه وبيحبك عن جد رغم انو عم بشوف كتير فيه اختلافات وكتير فيه عوائق بيناتكم ولكن عم بيغمي عيونه وعم بيحبك بحب غير مشروط خلينا نقول طيب خلينا نشوف العقل الباطن تبعك هاي الفترة يا برج العزراء اه شو عم بتركز على شو ممكن يطلع لنا شي مختلف ما بعرف شو طلع لك كرتين اوه هاي المشكلة اللي قلتلك عنها نهاية الطرف الثالث راح تكون قريبة جدا ورح تكون مؤلمة للطرف الثالث بالنسبة لك انت راح تكون عم بتفرج بمتعة يعني هيك زي المغمض عين ومفتح عين عام حالك مش شايف بس عم تكون كتير مبسوط بنهاية الطرف الثالث لانه فعلا اذاك اذاك على الناحية المعنوية وعلى الناحية انه كان يعمل اعمال وشغلات للك ولى الشريك فشايفة انه انتصار بكل معنى الكلمة يعني اكتر من انتصار على هذا الشخص على مراحل راح تكون فشي كتير حلو خلينا نشوف اذا في تحذيرات للك هذا الشهر او حتى مش تحذيرات ممكن يطلع لنا كرت تاني شوف هنا زي تطمين بالعكس مش تحذير طلع لك مثل الكلب اللي بوفي الحبيب وفي للك ولكنه تحت ضغوط معينة ما بعرف شو هي ممكن تكون طاقات سلبية من الطرف الثالث ممكن تكون من ناحية العمل ممكن اطراف عم يتدخلوا ولكن هو من داخله عم بيكون وفي للك ويعني مثل الكلب الوفي مثل الشخص اللي بيخاف عليك الشخص اللي بيحبك من جوات قلبه ففي عقل باطن جدا بيحبك لكن بدك تصبر على هذا الوضع لحد يتما تنحل هاي الامور خلينا نشوف الفيري كارت اذا فيه اي شي اها اه مبين انه الحبيب رح يرجع فيه شخص اما صديق او حبيب او كذا رح يرجع ولكن انت رح ترفض فمثل بنصحك بعدم الرفض انه ليش ترفض او كذا فا شايفة من عندك رفض لموضوع معين رفض لشخص معين انه يرجع لحياتك عم بتكون صارم في هذا القرار ما في داعي لهاي الامور الرفض ما بيحل مشكلة ممكن نساوي الامور ونعمل تسويات ونعمل نصلح الامور بطريقة ثانية لان انا شايف الحبيب شاريك والحبيب عم بيكون بيحاول على الاقل هون بيقولك رح تكون ان شاء الله هاي الفترة كتير كتير سعيد بسبب اللي قلنا عنه الانتصارات اللي ورا بعض ولكن بيقولك من كتر الفرحة ما تنغر يعني ما تكون مغرور تتفرج حواليك يمكن يكون في وراك شي بيخوف ممكن تكون على حافة صخرية فكون يعني متزن في الموضوع افرح ولكن قلنا رح تفرح بالطرف الثالث ولكن افرح باعتدال وشوي شوي ما تغير شخصيتك ما تغير انطباع الآخرين عنك اه بيقولك انه رح يصير في عندك وفرة اكتر اشي انا بشوفها على الممكن على العمل طبعا بالوفرة مادية بس انا بشوفها اكتر اه وفرة على فكرة ممكن تكون مادية نعم اكتر اشي انا كنت مفكرة اول شي بالعاطفة طبعا ممكن لكن بالعمل اقوى اه لانه عم بيشوف في عم تقطف ثمار موضوع معين انت تعبت عليه اليك فترة اه اليك فترة عم تستنى هاي الوفرة والان عم تجيك هاي الوفرة اذا حبايدي اه بشوفكم ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا